دعما لأمهات شهداء تشرين شارك العراقيون في تظاهرة أمهات ساحة التحريض مؤكدين استمرار تظاهرات تشرين حتى انصاف عائلات الضحايا مطالبين الحكومة والقضاء والمجتمع الدولي بمحاسبة القتلة اليوم مقفتنا الطالب بانصاف دماء الشهداء العراق مليء بالشهداء حروب وسجون اغتيال سياسي قمع للحريات عقود طويلة والعراق فيه ضحايا وفيه جلادين لكننا لم نشهد يوما ان جلاد قدمه الى العدالة بل كانت جلادون على الدوام هم زعماء الامة وابطال الامة هم الرؤساء هم الحكام اما الضحايا فلا شأن يذكر الهم يبدو ان هذا المجتمع الدولي الذي يدعي الحضارة والحداثة ترك الشعب العراقي وسط الطريق حتى ارض الله وارض العراق ضاقت بما رحبت من وساعة عذاقت على هؤلاء العراقيين وغادر ليبحث عن وطن امن وذا بالنتيجة يعاقب من المجتمع الدولي ما بين بلاروسيا وبولندا ما الذي فعله العراق اي قسمة مرة واي قدر مشهوم اللي ندفع ثمن اليوم هذه العوائل اليوم صرخة لكل ضمير وطني صرخة لكل من يحمل الانسانية اين محاكمكم الدولية اكثر من 200 شهيد سالت دماؤهم على هذه الساحة وعلى ساحات العراق كافة مطالبين بحقوق ابسط حقوقهم تجاه هذا الوطن الوقفة هذا اليوم هي مطالبة مطالبة القضاء بان ياخد دورة بحيث انه يكشف انه عن قتلتها المتظاهرين وانه يحاسبهم